تعالوا نشوف مع بعض سريعا ايضا اهداف المباراة ونعلق عليها افتتح للنادي الاهلي الهدف الاول والتاني اللاعب خالد يحي ده الهدف الاول طبعا فيه هنا خطأ من حرس مارمى المكون العرب وفي السن ده يعني دي فترة اللعبة لسه فترة التعليم ازاي اللعب يتعلم من اخطاء وخاصة لسه لعب 14 سنة لسه قدامه مستقبل كبير عندهم موشات كتير عندهم مسبقات كتير فدي فرصة ان حرس المارمى يتعلم طبعا هو خطأ واضح في الهدف الاول وفي الهدف التاني انه يقدر يتعامل مع الكرات العالية ممكن يحط بيده من فوق العرضة ده يبقى افضل يعني واسهل لي ده الهدف التاني لنادي الاهلي وهدف من مجهود فردي ايضا من نفس اللعب خالد يحي هدف من الهدف الحلوة فيها سرعة وفيها قوة قدر يحطها قبل حرس المارمى هنا راح غير اتجاه وراح بسرعة من فوق حرس المارمى قدر يحط بوش القدم من فوق حرس المارمى وقبل حرس المارمى لتصبح النتيجة في اللحظة دي اتنين صفر للنادي الاهلي دي طبعا فرحة فريق 2009 ماشي بخطأ جيدة ده الهدف التالت للنادي لاهم ركل الجزاء هنا الافضل كان اللعيب يحط على شماله هو حب بمجهود فردي لكن كفاته وفيه قدر ياخد ركل الجزاء لكن الافضل يحط على شماله لللاعب برقم اتنين وعشرين لعب النادي الاهلي هيكون في وضعية افضل المباريات مهمة جدا اللعيبة تتفرج عليها تشوف اخطاءها تشوف اليجابيات خاصة في المرحلة والسن ده ركل الجزاء في المنتهى للقوة يسجلها محمد ايمن ومحمد ايمن واحد من اللاعبين الهدفين وهو هدف فريق 2009 وايضا من هدف مسابقة بطولة الجمهورية موليد 2009 وزرحنا شايفين ايضا يعني فرحة جميع اللاعبين الهدف الهدف ده هدف المقاولين العرب ده الهدف الوحيد انتهت المباراة اربعة طبعا التخطيع العكسية مهمة جدا من الباكرايت للنادي الاهلي وزا بقولت لحضراتكم مهم جدا في المرحلة السنية الصغيرة ان اللاعبة تتفرج على نفسها المباراة تتسجل المباراة اللاعب يشوف نفسه ويشوف اخطاءه يبدأ محلل اداء داخل قطاع النشيب النادي الاهلي يفرج ويشوف اللاعب على اخطاءه ده الهدف الرابع للنادي الاهلي هدف من تزديدة قوية مهارة التزديد طبعا يسأل عنها ايضا حارس المرمى وقلت لحضراتكم دي كلها في مرحلة السنية الصغيرة اللاعب يتعلم من اخطاءه علشان الفترة الجاية اشتركوا في القناة